من طيب يا أحبنا نحن ويكونوا بيشرفنا نرحب بحضور أساس بير أبي سعد عالم المتحجرات ومدير متحف زاكرة الزمن بجبيل اليوم بدأ نحكي عن موضوع مهم بهيك بمس بالأرض بمس بالشغف اللي عند الإنسان اليوم بهذا العالم عالم المتحجرات بيترك أثر وبيبقى من الأسماك المتحجرة أشياء لليوم بزاكرة الزمن أنا مشكركم على الاستضافة المتحجرات بلبنان هني صورة صورة للحياة من مئة مليون سنة يعني نحنا كل شي عم نحكي عنه عمره بحلول المئة مليون سنة هني أسماك عيشوا بفترة الضيناسورات خلينا نقول أنه كانوا هولي الأسماك يتسبحوا بالماء وتكنوا الضيناسورات عايشين على الأرض من كم مليون سنة؟ مئة مليون سنة بيرجعوا للعصر الجيولوجي بالفترة التبشرية العصر الجيولوجي التاني الفترة التبشرية هلأ هني كتير مهمين على مستوى العالم لأنه عندهم أول شي بالنسبة لدرجة الحفظ تابعهم منشوفها لأنه سألتيني شو الأثر وهكي صحيح يعني ما نحكي شوي نحنا هالها الظاهرة التاريخية أو بل يكون عندنا لمحة تاريخية عن هيدا الموضوع قدي بيرجع على البعيد وكيف اليوم كعلماء وباحثين بتقدروا تحددوا هالفترة الزمنية والمرحلة اللي كانت فيها هذه المتحجرات؟ أكيد خلنا نحكي عوشي عن تاريخ اكتشافاتهم وبعدنا نحكي شوي كيف تكونوا اللام اللي يلاقيهم بالجبل اللام اللي يلاقيهم بهالمواقع بس أول من حكي عنهم يعني عم نحكي عن كتابات عنا إياها وسائق كان أزابدة سيزاري أسقف فلسطين بالقرن الثالث ميلادي بيقول أنه هو ما بعد نهار ماشي من بيروت بجبل لبنان على مالة الشمال بيلاقي أسماك على الهجار وبيقول أنه هي شاهد على طوفين نوح لأنه ما بيعرفوا ليه بنلاقيهم بالجبل رح نحكي عنا بيرجع بالحملات الصليبية مع سين لوي لوي ناف لوي ستاسع وقتها كان على رأس أحد الحملات الصليبية كان بصيدة بقدموله هدية هي عبارة عن سمك المتحجرة بيقول أنه هي من أجمل ما شاهد بحياته حينا عم نحكي بالقرن الثاني عشر بيرجع بالقرن الثمنتاش وتسعتاش تسع عشر صار فيه كتير بعثات أجنبية اجت من فرنسا ألمانيا إيطاليا إنجليترا كانوا عم بفتشوا على هالمتحجيرات ونحنا بالجيل الثالث أنا بالجيل الثالث يعني هو جدي اللي بلش بالعيلة يعني هذي شملة موجودة وإنتم كاملين على غية اليوم نعم نعم مبعد أولادنا كمانا بيحبوه إن شاء الله عم تنقلوه من جير لجير مية بالمية مية بالمية هلأ اللي كنا عم نحكيه قبل أنه هني تبهولك كيف بيصيروا حجب كيف يتلقون يعني كيف بيصيروا حجب نحنا بنا نتخيل إنه أول شي الأرض اللي بتألف لبنان اليوم نحنا بآسيا ما كنا بآسيا نحنا كنا بأفريقيا شو صار بهايديك المنطقة ولي بعده عم بيصير لحد اليوم بس نزل كمية كبيرة من الماء الحلوي على البحر بتجي مع الماء الحلوي حيوانات صغيرة من شوفها بالميكروسكوب من العوالك أو بلانكتون بالإنجليزي هلأ عوالك بيستهلكوا الأكسجين وبيفرزوا السمك بيؤدي لموت السمكة بتموت السمكة بتنزل على الكعب بما إنه ما فيه أكسجين بتبقى محفوظة بتجي الترسبات الأطربة وهيكي بتتمرها بشكل كتير سريع الترسبات مع الوقت بتقسى بتتحجروا بتكون هالسخور الترسبية بتبقى السمكة محفوظة بقلبها هيدا الشي صار من مئة مليون سنة بينما من أربعين مليون سنة جبالنا هي اللي تكونت نتيجة زحف القرات وهلأ متحجرات طلعوا مع الجبال مش مستوى الماء اللي نزل نحنا عنا تقريبا الأغلبية بيفكروا إنه مستوى الماء هو اللي نزل لا هني تحجروا بكعب البحر وطلعوا مع الجبال مش هكس هنا نلاقيون على هيدا المستوى على هيدا الألو نعم يعني عم بيمرق صور وعم نشوفهم بقية شكل يعني هل أنتو بترمموا فيهم شي بتضيف عليهم إشيا أو بيبقوا هني هيدا بهيدا الشكل أكيد هني بس تشوفيها بتبقى مغطية بقلب الحجر نعم نحنا عنا مختبر بأهمج من مناخد الحجرة مثل مننا بس نلاقيها بالموقع مناخدها مثل مننا وأكيد بأدوات كتير متطورة متخلط تحت الميكروسكوب وهاكي مشان نقدر نبينها ونقدر نبين كل معلمة وفي بعض القطعة مثلنا إذا عم نحكي قطعة سمكة طولها 30 سنتيمترا قوي بتاخد بحدود بين 35 إلى 40 يوم شغل لمبينة لتخلص تتنطفوها يعني؟ نعم ننضفها نعم بتحفروا فيها تتوصلوا ولا شو بصير؟ نعم هي بتبقى بقلب الحجر نحنا بنحفر الحجر للموصل عليها بس موصل عليها منبين للمعالم طبعة بس بتبقى على.. تتبرز يعني بتبرزوها اي بس بتبرزت هي بتبقى طبيعية يعني ما فيش انو ألوان من زادة أو فيرنيش أو شي بأويلة ألوانها مثل مننا عالمية بالنها ونهون بتختلف بألوانها باختلاف الصخور؟ أكيد بتختلف في قوي بتبقى ألوانها غامقة أو قويات فاتحة هي بترجع لسرعة الطمر نوع للسديمنت في كتير عوامل بتأثر في كتير عوامل بتأثر في كتير عوامل بتأثر في كتير عوامل بتأثر في مناطق محددة بيكون فيها متحجلات أكثر من غيرها نعم أكيد نحنا الموقع الأشهر هو موقع حائل حائل بتصير فوق عمشيت نعم تقريبا على علو 700 متر عن سطح البحر في حجولة تحت عنيامر شربل الموقع بيصير على علو 850 متر وفي النمورة فوق نهر إبراهيم وفي ساحة العلمة ساحة العلمة الموقع هو بيصير تحت الدار مرجريس تحت الحديق تبع الدار هيدا موقع قديم كتير هلأ بطل عم يطلع منه يعني بطل لأنه صار محمي بالحديق تبع الدار يعني بيصير في عمليات حفر لهذه المواقع لتقدروا تشيلوا منها كل السخور نعم مئة بالمئة بصير في حفريات تقريبا شوي متل صيد السمك هلأ السياد الشاطر السياد الشاطر قديم يتلعلكم بها الصيد قديم يكون الصيد وفير هو السياد الشاطر بيعرف أي منطقة غنية بالأسمك بس ما بيعرف شو بده يتصيد ونحن من وراء خبرتنا بنقدر نعرف أي طبقة أغنى من الثانية بالمتحجرات نطلع على بعض العلامات في كتير اشياء بيدلنا على هيدا الشي بس منهاية محرى بيعرف شو في بقل بالحجار يعني في قوات بنشغل لأيام وأسابيع بلو ما نلاقي ولا متحجرة وفي قوات ممكن يكون السلي ملياني كيف بتهتدوا لهذه الأماكن يعني شو اللي بيدلكون عليها هو المواقع متل كل مواقع المتحجرات أغلبي ببين بالصدفة لأنه كانوا نتيجة عوامل التعريه بيّنوا على وجه الأرض نحن من وراء خبرتنا بهيدا الموقع سلنا نقدر نقرد طبقات هيدا الطبقة غنية بهيدا نوع السمك هيدا الطبقة غنية بغير شي بقريدس يعني كل الأنواع ممكن تلاقيها بالمتحجرات كل أنواع السمك أو بيبقى في أنواع لأ نحن تقريباً نلاقي كل أنواع الحياة اللي كانت بالبحر بهيدا المنطقة من 100 مليون سنة هلأ مثلاً الإينا بعدها لغية اليوم نفس الحياة أو صار فيها تغيرات؟ في تقريباً بحدود 8% من الأنواع كلياً انقردت اللي بعده موجود التطور يعني مثلاً منلاقي كلب البحر منلاقي بقرة البحر منلاقي سمكة التيارة منلاقي سلحة بحرية منلاقي ريدس أخطبوت حية البحر سمكة المنشار يعني في كتير أنواع بعدها لحد هلأ مثلاً منلاقي بعد سمكة السيلاكانت أو بالعربية كلاكنتا السيلاكانت هي أقدم سمكة بعدها عيشة لحد اليوم هي بيقولولها الفوسيل فيفان يعني المتحجرة اللي بعدها كأنها بعدها عيشة لأنه هي تقريباً عيشة من 350 مليون سنة لحد اليوم بعدها هذي في كل الأنواع كل الأنواع وحتى وحتى لقينا بتيروزوريا اللي هو زواحف الطائرة وهذا من الكتير نادر معروض بمتحف ميم ببيروت متحف المعادن وهذا المتحف هو من أجمل متاحف العالم يعني أنا بصح كتير العالم يروحوا يشوفوا المعادن من مختلف أنواع العالم مو المتحجرات اللبنانية معروضة هونيك ما تحف زاكرة الزمن بجبال بس بيكون في هالمتحجرات بس للمتحجرات هولي المتحجرات اللي منقيهم بهيد المواع على الأسماك المتحجرة نحنا منقول مواع على الأسماك المتحجرة لأنه 90 بالمئة منلاقي أسماك بس هني منلاقي غير شي كمان منلاقي ممكن نباتات منلاقي كل شي بارفزة لاحف ريدس كل شي كان بالبحر هل المتحجرات اللي ممكن تحفروا ممكن تكون الأراضي ممتلكات خاصة؟ هي ممتلكات خاصة نعم نحنا عنا إياها أيام جدي من فترة طويلة ونحنا بعنا مستمرين بالشغل هيدا أصغر سمكة وأكبر سمكة بالقياس؟ أصغر سمكة فيها تكون نص سنتيمترا نص سنتيمترا نص سنتيمترا يعني خمسة ملي وأكبر سمكة فيها تتخطى المترين كله موجود بها المتحف؟ بالمتحف أكبر سمكة موجودة هي سمكة منشار طولة متر وثمانين سنتيمترا متر وثمانين سنتيمترا نعم أديش اليوم هالعلم هيدا علم نادر؟ مش الكل بيتعاطوا فيه ومش الكل بيهتموا لشأنه؟ بلبنان شوي قليل بس هلأ فيه كذا طلاب تخرج وعملوا دكتوراه بعلم المتحجرات في عنا جوشكا شاشة تخرج من جامعة كوبنهاجن من أسبوعين عنا تامارة الحسنة هي تخرجت من جامعة جوناف وهنا تنينهم تلميذ جامعة لبنانية مع البروفيسور داني عزار هو المسؤول عنهم كمان يعني لبنان غني كتير بالمتحجرات نحنا هلأ عم نحكي عن الأسماك المتحجرة لأنه هيدا الدمان طبعي بس منلاقي كل شي مسلا منلاقي بلبنان العنبر اللي فيه حشرات بقلبه ما برزا حضرت الجراسيك بارك الفكرة أنه أخذوا الأدئان من هيدا الحشرة ورشوا أكونوا الديناصورات يعني بلبنان مثلا أقدم حشرات موجودة بالعنبر بالعالم هي بلبنان من فترة الجراسية اللي هي فترة الديناصورات هيدا الفترة اللي شغلت العالم كله يعني بهالحيوانات الكبيرة وهيكي نعم يعني عالم المتحجرات عالم واسع وكبير مش فقط من ناحية الأسمات اللي بتتعاطو فيه أكيد 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 في كل شي بتلاقي البزاء لمحجر بتلاقي أنا حكيتك عن البزاء لأنه نعم 100% بتلاقي نباتات بتلاقي حشرات ديناصورات طيور كل شي كل الحياة ممكن تصير تضلل عنها هلأ بواسط المتحجرات مهم وقداش بحال التطور دايم يعني هذه الحياة من خلال عملكون نحنا نحنا عم نشوف تاريخ نحنا بس ندرس بليونتولوجية هي عم ندرس تاريخ حياة الأرض كيف الأسار ندرس تاريخ الإنسان شو بيعون نحنا تاريخ حياة الأرض إذا معرفنا هيدا التاريخ وكيف تطور ممكن هيدا شي شكل خطر على المستقبل بحياة الأرض كمانا هل اليوم مع كل التغير اللي عم بيصير معرض الحياة الى تراجع على الأرض؟ معرض الحياة الى تراجع خلينا نقول بالطبيعة لا بس بسبب الإنسان ممكن مهم مرأ بالصور كمانا شفت هدية للبابا بين ديكتوس 16 هذه المتحجرة كمانا كيف صار انه تتكون بين هدية؟ وقتها اجى البابا كان البابا بن وساز اجى على لبنان كان عم بفتشوا على فكراتها تكون هي الهدية الرسمية خلنا نقول باسم الشعب اللبناني للبابا نقو هيدا السمكة الى اربع اشيه اول شغلي عمره 18 سنة الشغلة الاساسية انه سمكة هي من رمز المسيحية الثالث شغلة هي قطعة من الأرض اللبنانية ورابع شغلة انه اسمها رينوباتوس مارونيتا سميت بالالف وتمنمية وستة وستين من اتنين اخصائيين من السويسرا اجوا على لبنان وشيفوا الموارني هون سموها على اسم الموارني بقى كانوا هودا الاربع اشيه اللي خلوا اللجنة يتنقى هيدا السمكة تكون هي السمكة هي الهدية الرسمية الهدية لبنان لعدية البابا نعم وتقدمها غبطة البترك بيوم الشبيبة بوقتها كانوا بحريصة نعم انا بدي اشكرك استيس بير ابي ساعد على حضورك معي مرشي لعيكم المتحجرات ومدير متحف زاكرة الزمن بجبيل بالتوفيق لكل الابحاث ولكل العلوم اللي عم بتقبوا فيها تحافظوا على زاكرة الزمن انا اذا بفي زيد شغلة لبنان من اغنى البلدين بكتير اشيه بالاخص المتحجرات لازم نحافظ على هيدا البلد هيدا البلد كتير غني كتير حلو ضروري ضروري انتبه له والله يحفظه امين الله يسمع منك بدي اشكر على حضورك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة